السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكو حبيبي يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما يا رب أنه هاردة أنا هتكلم عن اختراع سوى المون كده كل مفتح الفيس الفترة اللي فاتت ألاقي البنات كلها بتشكر فيه وبتتكلم عنه فقلت لازم أجيبه وأجربه وأقول لكم رأيي فيه دي ها معايا العلبة ها إنتوا شايفين اسمها أفوفا وايد بيست دي حاجة اسمها العجينة البيضاء حاجة كده شبه السويت أو الشم بتيجي بتشتريها من أي صيدلية موجودة في الصيدليات ده 15 جنيه أنا جبتها في منها كذا ريحة هقول لكم دلوقتي دي من جوة عجينة بيضة زي ما إنتوا شايفين كده فيها اتنين اهو اتنين وفيها الورقة دواها بتاعة طريقة الاستخدام بيت بيست العجينة بيضاء لإزالة الشعر للوجه والماطق الحساسة والجميع أنواع البشرة بيقول لك فعال جداً في إزالة الشعر والبصيلات وأدق الشعيرات بيديك بشرة ناعمة تدون طويلاً وكمان إن هي مفيش منها أي مشكلة والألم بتاعها أقل وكمان بتساعد على تفتيح المناطق الداكنة وكمان هي متاحة فربع عطور فاكهة الباشون والفانيليا وظهرة الكيرز والفلولا اللي هي الوردي طريقة الاستخدام بيقولك اختاري العطر المفضل بالنسبة لك وقال لك برضو يعني زيادة احتياط يعني ممكن تعملي اختبار حسية بالمنتج تحطيه على منطقة صغيرة وتستني الساعة وتشوفي في أي تحسس من المنتج يعني في حسية ولا حاجة من المنتج ولو ما لقتيش أي حاجة يبقى تمام قوي استخدميها على طول تمام رنضيفة وجفة وخالية من أي رواسب أو كريمات أو أي زيوت بيتكلم دلوقتي لو انت هتستخدمي العجينة البيضاء دي في فصل الشتاء فبيقولك حطيها في حمام ميا دافي لو عشر دقائق قبل الاستخدام عشان هي جمدة شوية اهيه يعني احنا في الصيف بس انا هقولك في الاستخدام الوضع التعهد لو في الصيف بقى بيقولك حطيها في التلاجة خمس دقائق قبل الاستخدام واستخدميها في مكان راطب يعني عشان ما يبقاش حر والعجينة او العجينة تسيح منك طبعا زي ما كلنا عارفين بنستخدمها بتفرديها عكس اتجاه نمو الشعر وبعدين لما بتخلصي بتخسديه بالمية طبعا طبعا كاتب التحذيرات ما ينفعش على الجروح ما ينفعش على الحروق او مكان في التهابات او شامات او زوائد جلدية ما ينفعش اي جلد معالج برضو استخدميها فيه تمام جميلة جدا استخدمها اسهل بكتير من السويت فعلا القلم اقل بس لازم في الصيف الحر ده حطيها فعلا في التلاجة شوية عشان تبقى متماسكة واعدي في مكان يكون مش حر واعدي في التكييف مثلا او في مروحة علشان هي بتسيح بسرعة بس انصحك تجربيها جميلة جدا احلى من السويت احلى من الشمع يعني بصراحة عجبتني جدا ا Pearl تحسي بنعمة رهيبة بعد استخدامها لكن بالنسبة للطبيعة والجوادة ما اعتقدش يعني وحتى لو sustaining ما تبيض اكيد مش من اول استخدام يعني ولكن بدى between ينزع tête سعرها رقية بخمستشار جنيه يارب الفت Haven بتنسوش الاشتراك اشتري Shave والسلام عليكم وَرحمة الله وبركاته موسيقى